وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في قمة العربية الصينية الأولى وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الرئيس السيسي سيتضمن عقد عدد من اللقاءات الصنائية مع القادة المشاركين في القمة من أجل التبحث حول سبل تعزيز العلاقة الصنائية وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية التي تعقد بالعاصمة الرياض ولدى وصول السيد الرئيس مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان في استقبال سيادته الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والسيد أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدول العربية وكبار رجال الدولة وتأتي ظروف عقاد القمة في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية للعديد من الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية وتمثل القمة محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين